وقع الأردن ومصر خلال اجتماعات اللجنة العلية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات واتفقت جانبان خلال المباحثات على إيجاد حلول فورية للمعيقات التي تواجه البلدين ضمن جدول زمني حيث تم تشكيل فريق عمل من القطاعين لدراسة الصيغة الأنسب لإقامة منطقة لوجستية في الأردن لتصدير الخدمات والمساهمة في مسيرة الإعمار والتنمية في الدول المجاورة الأردن أكد أن العمالة المصرية في المملكة جزء من مسيرة الاقتصاد والإنتاج خاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات وأنه سيتم معاملة أبناؤهم في المدارس الحكومية في الأردن معاملة الطلب الأردنيين من حيث الأقصاط المدرسية